ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي مع السفير بريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم المسجدات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن وطالب الزبيدي المجتمعين الإقليمي والدولي بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار مشيرا إلى أن السلام الحقيقي يبدأ من إنقاذ حياة المواطنين وحماية المنشآت الاقتصادية من الاعتداءات الحوثية الإرهابية التي وضعت حياة الملايين على المحك بجانبه جدد السفير البريطاني دعم حكومة بلاده لمجلس القيادة الرئاسي وللمساعي الدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن مؤكدا على دعم الحكومة البريطانية كافة الجهود الرامية لإنعاش الاقتصاد اليمنى